في سياق ردود الفعل بشأن القصف العشوائي الذي تعرضت له ترابليس دان الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة ما تعرضت له الأحياء السكنية ومطار معكيق الدولي وأكد ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي جوتيريش وفي بيان له دعا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في العاصمة وحث جميع الأطراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن 25 الذي صدر مؤخرا بخصوص مخرجات برلين وحث على وقف أطلاق النار وتنفيذ مراقبة الحظر المفروض على السلاح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من جهاتها دانت الهجمات التي شنتها ميليشيات حفتر على مطار معتيقة والأحياء السكنية بالعاصمة وقالت أن ذلك وقع أثناء اجتماع الليبيين في جناف في حوار سلمي حول مستقبل ليبيا السياسي وهو أمر يدعو إلى الاستهجان في المقابل قالت السفارة الإيطالية أن ما سمته الهجمات الوحشية سببت ألما غير مقبول للمدنيين وحرمتهم من حقوقهم الأساسية وأكدت أن إيطاليا تدعم الجهود الصادقات وجه الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى بلد موحد وسلمي السفير الألماني لدى ليبيا أوليفروفيتشا هو الآخر دان الهجمات المستمرة ضد مطار معتيقة الدولي والأحياء المدنية جنوبية ترابلس وقال أن ألمانيا تشاطر البعثة الأممية مخاوفها بخصوص هذا التصعيد الذي يعمل ضد الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة في المقابل حمل مجلس نواب في ترابلس المبعوثة الأممي غسان سلامة المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية بشأن القصف الذي تتعرض له ترابلس أثناء انطلاق جولات الحوار في جنوب وقال أن الأعمال الإجرامية لميليشيات حفتر ترتقي إلى جرائم الحرب وأمام هذه الوضعية طلب مجلس نواب لجنة العقوبات ومجلس الأمن والبعثة الأممية بالإدانة الواضحة لعدوان حفتر وميليشياته والدول الداعمة له كما طالبوا بإدراج حفتر وقواته ضمن قائمة العقوبات الدولية استناداً لقرار مجلس الأمن بشأن وقف أطلاق النار من جهته يكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطهر السني خلال لقائه في نيويورك مع مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو والمندوب الألماني كريستوف يوسغون أكد ضرورة إيقاف هذه الاعتداءات ومحاسبة المعتد الذي يقوذ كل الجهود السياسية السني طلب أيضاً بالكفي عن إصدار البيانات العامة التي لا توضح حقائق الأمور ودعا إلى إلزام حفتر بالتوقيع على اتفاق الهدن برعاية الأمم المتحدة حتى يتم وضع حد للانتهاكات المتكررة وكشف حقيقة المسؤول عن الخروقات والالتزام بوقف أطلاق النار اشتركوا في القناة